عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وتطبيق منظومة الشحن المسبق وخلال الاجتماع أكد مدولي الحرصة على متابعة الإجراءات للإفراج عن البضائع بالمواني ميدانيا ومن خلال الاجتماعات بصورة دورية بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق وتوفير متخلات الانتاج هذا وتناول الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالمواني الجمركية حتى الثاني من يونيو الجاري بما في ذلك المواد البترولية والأصناف الاستراتيجية